الدرس الأول في هذه الوحدة هو الدائرة ومحيطها طبعا قطر الدائرة يساوي اثنان ضرب نصف القطر والعكس صحيح نصف القطر يساوي نصف قطر الدائرة اي ضرب نصف فالعكس صحيح نصف ضرب دي ود يساوي اثنان في ار اما الس المحيط هو في القطر او اثنان باي ار طبعا لان اثنان في نصف القطر يعطيني دي فهي نفس القانون إما القطر في البي أو 2 في نصف القطر في البي أعطاني هنا القطع المستقيمة الم وهي نصف قطر أوجد الديوميتر أو القطر كامل فإذا هو 2 في نصف القطر فيساوي 22 أما هنا ذكر لي أن الدوائر تكون متطابقة فقط إذا كانت أمصاف الأقطار متطابقة طبعا الدائرة يرمز لها بمركز الدائرة فقط ومعلومة أن جميع الدوائر متشابهة ليست متطابقة متشابهة هذه الأمثلة فالبداية يريد اسم هذه الدائرة كما ذكرنا المركز هو هو قم بتسمية أنصاف الأقطار لهذه الدائرة جميع القطع المستقيمة التي تصل بنصف أو بمركز الدائرة والمحيط هنا يريد مني الأوتار الأوتار هي المستقيمات التي تصل بين محيط الدائرة بين النقاط التي تقع على المحيط السؤال الآخر بنفس الطريقة اسم هذه الدائرة طبعا من الممكن رسم هذه الإشارة إشارة دائرة صغيرة في السؤال الخامس يريد مني أنصاف الأقطار PCPAPB ابدأ دائما بالمركز أسهل لك السؤال السادس يريد مني الأوتار الأوتار كما ذكرت قطع مستقيمة تصل بين أطراف الدائرة دي اي و اي بي اي بي ملاحظة اي بي هو نفسه قطر الدائرة لأنه وتر ويمر بمركزها البي فإذا الديميتر أو القطر هو A P والسؤال الثامن الأخير قم بتسمية ريديوس نصف قطر C P لكن هو لا يريد أن يكون جزء من القطر أي لا نريد A B و B B كمثال أعطاني أن القطر المستقيمة A B وهي قطر للدائرة 18 مليميتر Find A R فأي أوجد نصف القطر فنصف الثمانية عشر هي تسعة قم بالقسمة على أثنان في السؤال العاشر عكس هذا السؤال تماما أعطاني R Y و R Y من مركز الدائرة إلى محيطها هي عشرة فيريد مني A R و A B A B هي عشرين لأن ضربناها باثنان والA R هي نصف قطر فتكون عشرة هل A B تطابق X Y طبعا لأن جميع الأقطار في الدائرة نفسها في نفس الدائرة تكون متطابقة إذا كان ريديوس 3.5 فأوجد القطر كامل أضربه باثنان أعطاني RT و RT في هذا المثال يمثل قطر للدائرة و L W الذي يريده هو نصف قطر فقم سمنا على اثنان أما 14 أعطاني L T L T هو أيضا نصف قطر و يريد مني القطر كامل فنضرب أيضا باثنان 4.2 ضرب 2 يسهل 8.4 هذه الدراجة لديها عجل أي القطر لها 26 إنش في البداية الريديوس نصف القطر أي نصف ال 26 هي 13 قسمنا على اثنان ثم المحيط لهذه الدائرة المحيط قانون المحيط هو باي ضرب D أو اثنان باي في R باي ضرب D أي باي في 26 و يساوي 26 باي لكن بالآلة حسبة إذا أردنا كتابته كعدد 20 26 ضرب باي ثم SD يعطيني الناتج وبالتقريب 81 و 68 جزر لدينا هذا أيضا شكل دائري الديميتر له 9.5 في البداية الريديوس له اقسم على اثنان 4.75 ثم يريد المحيط اثنان باي في R أو باي في D اثنان باي والR لدينا هي 4.75 هذا هو المحيط هذه الدائرة ننتقل لسؤال آخر في الأسئلة التالية سيعطيني المحيط نريد إيجاد القطر و نصف القطر في البداية ما هو قانون المحيط C تساوي باي في D اكتب القانون قبل أن نبدأ المحيط يساوي C يساوي باي في D فإذا D تساوي بعد القسمة على باي C على باي أي المحيط تقسيم باي فهنا القطر يساوي 40 على الباي المحيط على باي بالآلة حاسبة تأكد منها تساوي 12.7 أما نصف القطر أقسم على أثنان مباشرة أقسم هذا الناتج على أثنان فيعطيني نصف القطر لن أقوم بحل الأسئلة كلها سؤال 18 بنفس الطريقة تماما هو في هذه الأسئلة أعطاني المحيط يريد مني القطر ونصفه طبعا إذا أردنا كتابة قانون مباشر لنصف القطر R يساوي C على أثنان باي لأن القانون المحيط باستخدام نصف القطر هو أثنان باي R فنقسم على أثنان باي فسؤال 18 عوض مباشرة D تساوي C على باي والR تساوي C على أثنان باي هنا 265 على باي كما ذكرت أما الR اختلافها نقسم أيضا على أثنان لأنها نصف فR تساوي C على أثنان باي الناتج بالآل حاسبة لكله الإجابتين 256 على باي هذا القطر الديميتر أما نصف القطر نفس الناتج نقسم على أثنان أو نستخدم بسي على أثنان باي طبعا نفس الناتج تماما سيكون 40 و 74 جزء بالمئة سأنتقل مباشرة لسؤال 23 في سؤال 23 أعطاني دائرتان متداخلات الدائرة F قطرها 5 والدائرة G قطرها 6 القطر كامل في البداية يريد مني طول الضلع أو المستقيم BF طول المستقيم BF لو تلاحظ في هذه الدائرة طول المستقيم BF ما هو؟ هو نصف القطر للدائرة G من G إلى B أي BG ناقص نصف القطر للدائرة الأصغر من F إلى G أي 3 ناقص 2.5 هذه أنصاف الأقطار نصف الستة ونصف الخمسة يساوي نصف أما AB AB هو AF ناقص BF وBF لدينا هي نصف وAF هي نصف القطر للدائرة الصغيرة F أي 2.5 ناقص نصف ويساوي 2 كأفكار مختلفة هنا يريد مني إيجاد المحيط طبعا لإيجاد المحيط فقط أحتاج إلى نصف القطر أو القطر هنا مثلث قائم الوتر باستخدام في ثغرس 8 أس 2 زائد 6 أس 2 تحت الجذر فأصبح لدينا الوتر المثلث وهو قطر الدائرة نستطيع إيجاد المحيط جميع هذه الأمثلة باستخدام في ثغرس أستطيع إيجادها لكن مثلا سؤال 39 هي ليست في ثغرس هذا مربع وضلع المربع هو نفسه القطر إيجاد عش فمحيطها إيجاد عش باي